يا مسائل هنا ومسائل السعادة على كل مشاهدين الصحة والجمال في برنامجكم أكلة بسيطة مصرية النهاردة ما حضراتكم إن شاء الله هنعمل الجنباري هنعمل رز بالجنباري وهنعمل الجنباري بالويت سوس بالكريمة البيضة الجميلة طعمة جميل جداً حاجات موزية وحاجات بسيطة واقتصادية 100% أول حاجة الجنباري بتاعنا بنجيبه أي جنباري تحبوه أي جنباري تجيبوه بنفس الطريقة وبنفس التفاصيل بتاعتنا هيتطلع معاكم حاجة 100% ممتازة أول حاجة نبدأ بالرز بالجنباري هنعمل رز بالجنباري بالجزر طعمه جميل جداً تحفة هتحبوه 100% أول حاجة نقول باسم الله على بركة الله معايا كله من الرز رز مصري أو رز بسماتي أي رز يشتغل معاكم الرز المصري هنقعه خمس دقايق وانصف فيه لو رز بسماتي عشر دقايق أو ربع ساعة الرز الأبيض عشر دقايق الرز الأصفر ربع ساعة أو تلت ساعة معلقة من الخل معلقة من الملح وأصف فيه كويس زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ها ومعايا الجزر ومعايا البصل وفصين من التوم وأول ما نبدأ نقول باسم الله على بركة الله معلقتين من زيت زيت زيتون ومعلاقة من الزبدة وننزل بالبصل ونقلب في البصل حاجة بسيطة خالص هنعمله بصفر الزعفران عايزين تعملوه صيضية نخلي البصلة بتاعتنا تحمر جامد إن شاء الله هنعملها عملناها مع حضراتكم كزا مرة صيضية وهنعملها لسه كتير موسوعة الجنبري والأسماك موسوعة كبيرة جدا لكن صحية 100% كتير بيتلاشاها لكن هي المفروض إن هي لتقويد جهاز المناعة كجنبري أو الأسماك كلها مأكلات من السفود الحاجات الجميلة المشهورة في السواحل المناطق السواحل والمقادير قدام حضراتكم على الهوى نزلنا بحباب واحدة من العدد من البصل ونزلنا بالتوم نقص من التوم بعد كده هننزل بالجنبري بسم الله نص كيلو من الجنبري غسله غسله نظيفة بعد ما نظفنوه عايزين تجيبوه نظيف جاهز وبيتغسل لتنقع في الخل شوية ما فيش أي مشاكل بسم الله خد حوالي شوية من الجنبري أقلب أقلب فيها شوية بسم الله هنعمل الأكلات أكلات جميلة وهنعمل الحلو مشهور جدا برضو إن شاء الله من المشروبات المتالجة عشان الجو طبعا حر جدا فإحنا بنحاول بقدر إمكان نجيب أكلات خفيفة مغازية وفي نفس التوقيت عطول بيكون سريعة في المطبخ بتاعنا ما بتعوقش كتير بعد كده ننزل بالجزر وهتعدد من الجزر مشهور وأقلب والفلفل الأصمر مع الكزبرة مع الكمون ما بيحتاجش توابل كتير وهتديه لشوية من جسط الطيب أتبلها وأقلب الجنبار بتاعي بالجزر والبصل فصين من التوم معلقتين من زيت الزيتون معلقة من الزبدة أقلب ما بيخش التسوية كتير مجرد إن هو بيتشرب من البصل والجزر والتوم أنزل بالرز الرز بتاعي رز بسمتي منقوة حوالي ربع ساعة في مية دافية معلقة من الخل ومعلقة من الملح على كده صفيته كويس وننزل به بسم الله وننزل بسنة من صفار الزعفران والملح معلقة من الملح ماشي الملح يكون خفيف والسكر زي ما اتفقت مع حضراتكم قبل كده السكر والملح في الحلوات وفي كل حاجة لازم يكون خفيفة إحنا بنحاول إن إحنا ناكل الأكلة بتاعتنا تكون صحية ما تكونش أي أكلة وخلاص بسم الله نزلنا بالبصل نزلنا بالتوم فصين من التوم نزلنا بالجزر نزلنا بالجنبري نزلنا بالفلفل الأصمر والكمون والكصبرة طحننها جاهزة بعد كده أديله ربع معلقة من صفار الزعفران مفيش عندي صفار الزعفران أديله كوركم وأقلب بسم الله بسم الله أقلب هيخد اللون بتاعي اللون الأصفر الفاتح الجميل مع الجزر بيبقى حاجة جامدة بعد كده مية بتغلي لازم يكون مية بتغلي زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم أقول بسم الله على بركة الله وغط الرز بتاعها حوالي سنطي عشان ما نقوع أو اللي عايز يعاير بيحط حوالي كوباية ونص من كوباية ونص شرق بيون أو شربة على كوباية من الرز المنقوع يديله كمان سنة صغيرة بسيطة وخلي معايا المية بسم الله وأغطي الرز بتاعي على نار عالية خمس دقائق بالزط خمس دقائق على نار عالية بعد كده نهدى عليه الرز عشان تتقل على الرز يستوي نهدى النار شوية كده عليها بعد كده يلا نخش على الطبق التاني والجنباري بالويت سوس مشهور جدا في المطاعم وبقى سعره غالي جدا نعمله بطرقة سهلة وبسيطة عشان أكلتنا أكلة بسيطة في الصحة والجمال أول حاجة نبدأ نقول باسم الله وبركة الله معايا الجنباري على حسب عدد أفراد الأسرة بتاع حضراتكم زي ما تجيبه جبته نص جبته كيلو اللي انتوا عايزينه على حسب التكاليف في جنباري بيتباع بتامن بسيط ممكن نجيبه وسهل جدا بيعمل نفس التركة ونفس الطاعم أحط معلاتين من زيت الزيتون معندي زيت زيت زيتون زيت نباتي عادي ومعلقة من الزبدة وأنزل بحوالي أربع فصوص من التوم والمقادير قدام حضراتكم مع الشاشة على طول أربع فصوص من التوم بسم الله واحد بصلة واحد المقادير ما قدام حضراتكم معايا حوالي الجنباري نص كيلو من الجنباري واحد عدد من البصلة وأربع فصوص من التوم أربع فصوص من التوم الماء السخنة للرز والملح والتوابل ومعلقتين من الدقيق والفصية من التوم أو أربع فصوص لحسب ما تحبوها والتوابل معايا الجميلة وربع كيلو كريمة لباني ربع كيلو من الكريمة لباني على حسب تكلفكم لو حبيتي حضرتك مش عايزة تعملها بالكريمة اللباني ممكن نستغنى عنها وتعمل إيها بمرأة الدجاج عادي ما فيش أي مشاكل بنفس التركة بتاعتي بس أهم حاجة أضيف معلقة الدقيق عشان تطلع معايا حاجة جميلة من أول تاني هنعمل الوايد سوس الوايد سوس ده يتعامل مع الفراخ يتعامل مع اللحمة يتعامل مع الجنباري يتعامل مع الأسماك أهم سوس أبيض عادي جدا هننزل بالتوم بسم الله والبصلة ونقلب توم والبصل معلقتين زيتون واحد معلقة من الزبدة أنزل بيها وأقلب شوية بسم الله الرابعة بعد كده أنزل بمعلقتين من الدقيق أربط السوس بتاعي معلقتين من الدقيق بسم الله نزلنا معلقتين زيتون معلقة من الزبدة بواحد عدد من البصلة نعمناها وأربع فصوص من التوم أو ثلاث فصوص من التوم وأقلب الوايد سوس أو السوس بتاع الجميل السوس الأبيض بالكريمة هنعمله النهاردة حاجة مختلفة جدا هتكون في الفرن هنديها وش خفيف تطلع طعمها تحفة جدا جميلة مع الرز مع شوية السلطات مع شوية السلطات الجمال تطلع حاجة ممتازة هتعجبكم مية في المية إن شاء الله وادي نزلنا بالبصل نزلنا بالتوم نزلنا بمعلقتين من الدقيق بعد كده هنزل بالجنبري بسم الله الجنبري منظفينه ومجهزينه وغسلينه بالخل نعقينه في الخل حوالي ربع ساعة ونقلب أهم حاجة الجنبري نشيل العرق البسيط اللي هو الحاجة البسيطة فيه الجنبري في المناطق الساحلية طبعا مشهور جدا جدا هقلب كويس وانزل بالكريمة لو لقيت لو لقيت حضراتك الكريمة تقيلة انزل بشوية من الحليب أو بمية ما فيش أي مشاكل بسم الله كريمة اللباني زي ما احنا شايفين هو هقلب واتدي له تركة بسيطة شوية من الحليب وأسيبه على النار خامس دقايق لحد ما يستوي الجنبري معايا في الكريمة بتاعته حاجة خفيفة بعد كده هننزله في الطاجن هقلب عطول باستمرار عشان الكريمة بتاعتي وانزل سنة من الملح خفيفة شوية من الملح شوية من الكمون والكزبرة والفلفل الأسمر مع التوابل الجميلة خفيف وبسيطة بعد كده أجيب واحد عدد من حبات جسط الطيب اديله بقى وانطعامه عشان ندلع الجنبري ويطلع معانا طاجن بالوقت صص حاجة جميلة أو بالصص الكريمة حاجة صحية مية في المية وقلب بسم الله التوابل بعد ما نزلنا البصل ونزلنا التوم في معلقتين زيت ومعلقتين ومعلقة من الزبدة نزلنا بال ادي ايه بعد كده نزلنا بالجنبري قلبنا شوية الجنبري ما بياخدش تسوية كتير عشان ما يتهريش معانا هسيبه على النار خمس دقايق هنطلع فاصل هسيبه على النار خمس دقايق ايه النهاردة نطلع فاصل ونرجع على طريق ورجعنا مع حضراتكم قبل الفاصل عملنا مع حضراتكم رز بالجنبري عملنا بطريقة سهلة ومبسطة جدا نزلنا معلقتين زيت معلقة من الزبدة نزلنا ثلاث فصوص من التوم واحد عدد من البصل والجزر ونزلنا الجنبري بعد ما قلبناه او شوحناه في الخضرة بتاعته او الحاجة بتاعته الجميلة نزلنا بالرز ونزلنا عليه التاول بتاعته الفلفل الاصمر والكزبرة والكمون ونزلنا بصفار الزعفران بعد كده ادي ناله المياه السخنة بتاعته زي ما انتوا شايفين قدام حضراتكم هاو خمس دقايق بالضبط يبدأ الرز بتاعنا يغلي بعد كده نبدأ نهد النار عشان نتقل على الرز يستوي بعد كده عملنا الجنبري بالوقت صوص او بالصوص الكريمة عملناه بطريقة سهلة برضو نزلنا بثلاث فصوص من التوم والي حد عدد من البصل ونزلنا بالجنبري الجنبري يتشوح معنا شوية حاجة بسيطة ونزلنا بالدقيق ونزلنا بالكريمة لو حضراتك لقيت الكريمة تقيلة نزلنا بالتوابل الفلفل الاسمر والكسبرة والكمون ونزلنا في طاجن او زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم هنحطوه في الطاجن او صنية الفرن هتدي له وش بس او تركة بسيطة يقعد معاي حوالي عشر دقايق بعد ما نزلنا بالتوابل هيقعد عشر دقايق بالضبط في الفرن واحدة واحدة قدام حضراتكم بطريقة سهلة ومبسطة بنحاول نجيب لكم حاجات سهلة وبسيطة في عز الحر عشان نقدر نلم المطبخ بتاعنا بس اهم حاجة قبل ما اللم المطبخ لازم يكون الاكلة اللي حضراتك بتعمليها لازم استفاد بيها استفادة كاملة مية في المية بعد كده هنعمل مع حضراتكم الحلو وهيكون معانا الحلو مشهور جدا في الكافيهات وبأسعار غالية جدا هنعمله بطريقة سهلة ومبسطة في اكلة بسيطة مصرية هنعمل مشروب البسكويت بالشوكولاتة والكريمة عملنا مع حضراتكم الايس كريم في الحلقة اللي فاتت النهاردة هنستخدم معانا الايس كريم الفراولة والايس كريم الكريمة بطريقة سهلة الحلو بتاعنا هو عبارة عن تلات تلات وحدات من البسكوت شوكولاتة بسكوت شوكولاتة اي بسكويت تختروها هننزل ومعايا كله من الحليب وربع المقادرة تنزل قدام حضراتكم والسكر والكريمة اللباني هننزل بسم الله ننزل بالبسكويت بسكويت الشوكولاتة اي نوع بسكويت تحبوه هنضيفه بعد كده ننزل بالحليب بسم الله على بركة الله ننزل بالحليب نزلنا بالبسكويت بعد كده ننزل بالحليب والمقادرة قدام حضراتكم على الشاشة والسكر على حسب الرغبة السكر والملح ده زوقيا بس نخفف منه على قد ما بنقدر بعد كده أضرب البسكويت ونضرب الحليب مع السكر لو حضرتك عندك الحليب طازة الفريش هنغلي الحليب عشان نقتل منه البكتيريا على قد ما نقدر ودي الخلاط الثاني ان شاء الله عليك تعافظ يضرب الزق من الفيشة من الفيشة حطينا الحليب حطينا البسكويت حطينا السكر اختياري لو حضرتك عندك الحليب فريش بنزبط الحليب نغليه جامد بعد كده نخليه يبرط وننزل به بنفس المقادير بعد كده ننزل بالكريمة مشروب جميل جدا بيبقى متالج وطعمه خرافي ننزل بالكريمة الايس كريم بتاعنا الجميل اللي احنا عملناه في الحلقة اللي فاتت اللي ما شافش الحلقة اللي فاتت يخش على الاكلة بسيطة مصرية ومعلاقة من الكاكاو يخش على الاكلة بسيطة مصرية للشيف ماجد فوزي حمزاوي كل حاجة هتلاقيها في الاكلات والحلويات وكل حاجة تشرفونا نحط معلاقة من الكاكاو بعد ما حطينا الايس كريم وحطينا الحليب وضفنا البسكويت وضفنا السكر ندي كمان ضربة بسيطة عشان نشكل احلى طباق واحلى تشكيلات والفرن معانا بسم الله أمورتان سلام عليكم كيدة تمام يا أمورتان قالوا سلام عليكم أمورتان ازاي الصحة عملك بارك أمرينا الحمد لله تمام الحمد لله معلش انا ممكن اعرف تدبلت السمك بتاعة المحلات تدبلت السمك عنين حاضر حالا على طول وقت حاضر السمك هو بيعتمد السمك كله في المحلات في التوم واللمون الأساسي السنطر الرئيسي بتاعنا في الأسماك بعد بعد هجاوبة على حضر هجاوبة على حضراتك على طول بعد ما عملنا تعالي بقى نشكل تشكيلة كويسة بالشيكولاتة سيش الشيكولاتة وعبارها عن خمسين جرام من الشيكولاتة معلقة من السكر معلقة من السمنة وشوية من الحليب حاجة بسيطة وعلى نار هادية بقلبه يدي اللمع معايا وحاجة جميلة باستخدمه للطرط والجتهات والحلويات وكل حاجة هنبدأ نشكل ناخد الكوبة معي أنا بسم الله سيش الشيكولاتة خلي الجدع معي أم حمزة وسلام عليكم يا سيت الكل مرحب سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحب يا سيت الكل الله يحفظك يا أم يا غالية حاجة الجميلة يا حبيب والله إنت زي العسل تسلامي اللي ربنا يحفظك لنا يا رب والله حاجة الجميلة وكل حاجة جميل تسلم انت أجمل انت أجمل تسلميلي والله ربنا يحفظك يا أم يا غالية تسلم تسلمي زي ما انت شايفها سيت الكل اهو الرز اهو والله الرز جميلة وحاجة الجميلة اهو تسلميلي تسلميلي اهو زي ما احنا شايفين والله حاجة الجميلة تسلم يا سيت الكل شكرا لاتصالك شكرا لك وربنا يحفظك يا رب ويباريك لنا فيك وطالنا في عمرك تسلمي تسلمي زي ما احنا شايفين الرز اهو بتاعنا اهو بعد ما عملنا شغبة شغبيت او لغبة لغبيت بالشوكولاتة رسمنا رسومات على الكساب وعملنا الحلو بتاعنا عصير او عصير الشوكولاتة الجميل بالبسكوت ينزل بيه باسم الله امو مريم سلام عليكم زي ما انت شايف يا امو مريم اهو اسلام ايدك يا شايف ازايك يا امو مريم مرحب بيك مرحب بحضرتك وامورينا استكل عايزين تريها حلوة للبيت زي كده وفي طرق كتير فعايزين احسن عايزين احنين 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 احن السنط الرئيسي بتاعه نضربه في الخلاب بعد كده بنصف المية وناخد المية بتاعتها بس بعد التدبيلة وشوية زيت من الزيتون شوية زيت زيتون حاجة خفيفة ونتابل السمك اي اسماك كدو تحبوها مادام السارة سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاي حتى كاشيف عمليك مادام السارة مرحب بيك يا سيتك كل الله يرحم بيك الله يخلي كاشيف الله يحفظك تسلميه لربنا يزيلك تسلميه لامورينا يا باشا تسلم ايبك الامر لا لأ طبعا حاجتك مش مخلينا حاجة تحاجة لحاجة من شاء الله دي ربنا يبارك فيك يا سكا غاليا و خريق اعداد البرنامج ربنا يبارك لك كلك زوء والله يا كلك زوء ربنا يزيلك بردك فيك يا رب تسلميلي ربنا يخليك تسلمي لي فيك فانا عباشكركم بس حبت ان انا اقولك تسلم ايبك الله يحفظك تسلميلي شكرا لك وشكرا لزوءك شكرا لك جدا اممعاز سلام عليكم. شوية شوكولاتات يا اممعاز. اهلو. اهلو سلام عليكم. ازاك يا شيف. ازاك يا اممعاز مرحب. عايز اشكرك على الاكلات الجميلة. تسلميلي يا اممعاز كلكم زوء والله كل من زوءكم والله. وتسلم ايدك على الايس كريم. تسلم تسلم الله يحفظك ويزيدك ربنا يبارك في عندك اي سؤال. والله عايزين تريقة حلوة كده الحشوة بتاع الحمام. عينينا حشوة الحمام حاضر تحت امرك على طول حالة. ما عندي الاسئلة دي يا يا استيزا سارة اكتبها بعد اذنك عشان ما ننجوع عليها كل النهاردة. شكرا لاتصالك يا فاندم. خلت حاجة سارة. اكتب الحاجات دي ها. نقش رشوات شكولاتات. عشان ادي له شوية دكورات. عشان ندي شوية دكورات. حطينا كيلو من الحليب. وحطينا حوالي تلعب بواكي من البسكويت. بسكوت الشوكولاتة اي بسكوت زي ما انتو تحبوه. وندي تشكيلة. في العصاير الجميلة. الفرش. المتلجة. في الزلحار. بعد اكلة الجنباري. ابو رفال سلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحب ابو رفال مرحب بيك. ازاك يا شيء. ازاك ابو رفال مرحب بيك يا غالي. منور الشاشة والله يا شيء. ما يحفظك ابو رفال ربنا يا زيدك. ما ليه الحلوة اللي انت بتعملها بيه. ربنا يا زيدك ابو رفال كله من والله يكون لك زوء. اسلام لي يا غال. شوف اللي. الله يبارك فيك. احنا عايزين بس نعرف من حضرتك بس الكيكة بتتعمل ازاي. عايز يا حضرتك? عايز اعرف الكيكة بتتعمل ازاي. lienين حاضر اجاوبك عليه حل. الحاضر حاضر عنينة عنين يا باشا. هنجاوب على ما. تحت امرك يا باشا. على عنين يا باشا.. بتأمن حاجة حلوة كنت. كنت من الحليب الدافي كوباية حليب من الدافية معلقة سكر معلقة خميرة فورية رشة ملح معلقتين زيت زيتون او اي زيت زي ما تحبيها واحد عدد من البيضة لو عايزة حضراتك نحط علبة زبادي ما فيش اي مشاكل نشيل نص كوباية الحليب ونحط معلقة او نحط كوباية من الزبادي او علبة من الزبادي بعد كده بنقلبها كويس وننزل عليها بيت دقيق يكون متعدد لاستخدام دقيق البيتزا لازم يكون متعدد الاستخدام بعد ما بغدمها خدمة كويسة جدا بعد كده بسيبها تختمل حوالي او يتضاعف الحجم بتاعها حوالي عشر دقايق ولا حسب ما تتضاعف بعد كده بقطعها او اعملها كوائرات صغيرة على حسب الصينية اللي انت حضرتك هتعمليها وافردها على الصينية واسيبها حوالي عشر دقايق او خمس دقايق تتضاعف تاني في الصينية بعد كده بالشوكة ونبدأ نعملها فتحات ونعمل الصلصة بتاعتها اللي هي التوم والبصل اي صلصة تحبوها عايزين تعملوها بالكاتشة بما فيش اي مشاكل اي صلصة فيه صلصة بتتبيعها جاهزة وفيه صلصات اللي هي الصلصة بتتعمل بالتوم والبصل على حسب ما تحبوا نحط الصلصة ونحط الحشوات اللي انتوا عايزينها وقبل ما تخش الفرن نصيبها خمس دقايق بصدط وندخلها الفرن بتطلع معاكم بيتزا المططية استاذا السراء السلام عليكم البيتزا المططية بتطلع على حسب جودة البيتزا على اكلات الجميلة شكرا يا استاذا السراء تسلميلي. والله يا اكلاتك جميلة او. تسلميلي يا غيالة ربنا يحفظك ويزيدك تسلم تسلم. عندك اي سؤال? والله. تسلم يا. انت عايزة طريقة المكرونة بالبشاميل. عينينا حاضر حاضر على طول حالة المكرونة بالبشاميل حاضر. الحمام شكرا لاتصالك يا فنم شكرا لك. الحمام الحشو بتاعه ممكن نعمله باللحمة المفرومة. ممكن نعمله بالفريق. ممكن نعمله بالرز. وبالافضل اللي بيحب الفريق يعمله. واللي بيحب الرز. هو عبارة عن كوباية من الرز. بنضيب بصلة. علم علتين زيتهم. علاقة سم. بصلة صغيرة. وفصين من التوم. وحوالي عدد من الفلفل حجاب بسيطة حار او برد. لحسن ما تحبوها. النعمة جامد. وننزل بالبصل ياخد الريحة بتاعته. بعد كده بننزل بكوباية الرز المنقوع او كوباية الفريق المنقوع. نقلب فيه شوية. لو حضرتك ما عندكش لحمة مفرومة. عند الكبد قوانس او كبدة الحمام والقوانس. نقطعها تقطعها صغير وننزل في الرز. ونقلب. بعد كده نضيف عليه الخضرة اللي تحبوها. مع التوابل الفلفل الاسمر والحبهان وراء اللوري يكونوا حصة. وننزل بيهم شوية على النار. ياخد الرز حوالي تلات تربع سوى وحاجة بسيطة. وهو على النار. ونهدى عليه النار شوية. نحشي الحمام بتاعنا. وقبل ما نحشي الحمام. فلفل اسمر وسنة ملح من جوة الحمام. ونبدأ نشتغل عليه وندي الحشو بتاعه النص بتاعه بالزلط عشان بيتضعف الحجم بتاعه. وبنكتف الحمام ان شاء الله كل حلقة. نكتف الحمام من وراء بالجناحات. وننزل بيها على المية يكون بتغلي ببصلة وفلفل وجزرة. بعد كده بنطلعه. ندخلوا فرن ماشي. يطلع. يطلع كده ماشي. وبالفة انا وشيفة اسماء. سلام عليكم استاذ اسماء. يا شيفة اسماء. الحمد لله تمام الله يحفظك. عملي. والله تمام الله يحفظك وامورينا يا باشا. منور الحلقة. الله يزيدك ربنا يبارك فيك تسلميلي يا استاذ اسماء. انا من طرف البلد اللي موصل لك على الفي. يا مرحب بيك يا مرحب بيك يا استاذ اسماء ومرحب بيك. عايز اعمل اهداء لاخواتي. عايز اتعمل اهداء لامري. سيبها شوية تحت سيبها. اتفضل يا باشا عامل اهداء زي ما انت عايز على عينينا. اتفضلي. اعمل اتخليك في الكهر. اقمري اقولي. اهميك. يا باشا قولي. الامك والامي كمان معك الله يبارك لك عشان ارد يحب اقوي. اقولي اعمل اهداء. اقول يا رب انا احفظت انت والابوية يا ها. اللهم امين اللهم امين. يا رب يحفظ كل امهاتنا يا رب. يحفظ اخواتي واحد واحد يا رب. تسلم يا رب تسلم. ويحفظ كل المسلمين يا رب. ويحفظ كمل الشعاب يا رب. كل يا رب. تمام اشتعى الصحة والجمال اشتعى الجمال يا عم جمال قولي قولي معاك معاك سامعك هاد الجزر والبصل والستاذة هاني والجنبري كله بيضحك لوحدي رز معايا استوى والستاذة هاني وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرحبا يا استاذة هاني اعنين انا لسا ايه لحاضر يا بشعال اعنين اقولي هلا قدام حضرتك على طول حال حاضر اعنين اعنين تحت امرك الله يسلامك الله يزيدك الكيكة شكرا لاتصالك يا فن ما اقولك على طريقة البزة المرة تانية النهاردة لأسئلة اي أسئلة تحبوها قولنا عليها على طول وحنا نجاوبها لكم على طول تكرار الكيكة معايا تلب بضات كبية ونص من السكر رشة فانيليا بضربهم في الخلاط حوالي دقيقة بعد كده بنزل بكبية من الحليب في الخلاط لو حضرتك ما عندكش المكنة اللي هو المضرب او المضرب الكهربائي مفيش اي مشاكل نشتغل بالخلاط عادي جدا كبية ونص من السكر طلب بضغط رشة فانيليا اضرب فيهم لمدة دقيقة بعد كده بنزل عليهم بكبية من الحليب واضرب دقيقة كمان بعد كده بنزل في اي حلة واي قدر زي ما انت تحب في اي حاجة وانزل عليهم بتلك كبات من الدقيقة كسب كنبودر انزل وقلب تقليب عادي جدا بعد كده بنزل بنص كبية سمن وزيت يبقى انا معايا كبية ونص من السكر تلبيضات كبية من الحليب نص كبية من الزيت والسمن وانزل باخر حاجة سمن والزيت بعد ما انزل بالتلك كبات دقيقة وكسب كنبودر وقلب فيهم تقليب انزل بالسمن وقلبهم لحد ما اختفي بعد كده بنزلهم فصنية مدهونة سمن ورشة دقيقة بسيطة وبقلب الصنية بتاعتي عشان البطانة بتاع الكيك بتاعي لما طلعها تطلع معاك سهلة جدا بعد كده بندخلها الفرن في نص الفرن لمدة تلاتين دقيقة ما تفتحش الفرن نهائي اضبط الفرن على لو ما فيش عند حضرتك تايمر او تورمستات بازبط بازبط الدرجة الحرارة الفرن يكون مولع قبلها بعشر دقيقة بالزبط وحطها في نص الفرن تطلع معاك كيكة بعد تلاتين دقيقة ممتازة جدا استاذة هودة سلام عليكم يا استاذة هودة السلام عليكم الجزر والجنباري بيضحك في الروز يا استاذة هودة مرحب بيك يا باشا امرينها اه اقولي انت عسل اسلمين عندك اي سؤال ممكن اسألك سؤال اسألني سؤالين مش هينبع سؤالك الحواوش الحواوش عنينا حاضر حاضر تحت امرك هقولك عليه الحواوشي هنقولك على الطراب بتاعتها حالة من الوقتي فين الفطيح ايدي الرز الجمال والدلع والدلال في الصحة والجمال قدام حضراتكم على طول سوينا ما كملش ربع ساعة بالضبط والرز بتاعي واخد لون صفار الزعفران مع الجنباري الجميل استاذ ضاحي يا عم ضاحي يا مرحب سلام عليكم يا عم ضاحي يا عم ضاحي لازم تراجع تاني مش هينفع بقينا كتير ما اسمعنا الصوتك صديقي البرنامج ويادي الحاجة الجميلة بالتشكلات الساحلة البسيطة اكلة سريعة ما بتاخدش وقت كتير معانا ما شاء الله بتجازة اشتغل الله انا ورا عليك عم جمال الله ما بتاخدش وقت كتير واقتصادية مية في المية في البيت بنعملها سريعة وصحية مع احلى تشكيلة لأكلتنا الخفيفة السهلة اللذيذة استاذة السلام عليكم السلام عليكم استاذة السلام ومرحب بيك لا سمحت يا سيفة انا عايز اعرف طريقة البيتزة المستعب يالله يبارك لك امرين هستكل بتقول ايه طريقة البيتزة طريقة البيتزة عنينة حاضر اقولك عليها عطول حالة الوقت حاضر عنينة عنينة حاضر حاضر المكارونا البشاميل اهم حاجة عندي في المكارونا البشاميل البشاميل ذات نفسه المكارونا بنسلوقها في مية بتغلي يكون كتير معلقتين من الزيت معلقة من الملح بعد ما بتقعد حوالي سبع دقايق بالضبط المكارونا بعد كيه بطلعها وصفيها معلقة من الزيت ده حاجة خفيفة خلص وقلبها بعد ما بعصج اللحمة بتاعتي في بصلة وفصي من التوم وثلاث حبات من الفلفل باستخدم فلفل وجزر وتوم اساس سنت الرئيسي معايا في كل الاكلات بتاعتي بيبقى طعم بتدي طعم كويس وجميل وخفيفة بعد كده بنزل باللحمة ربع كيلو من اللحمة المفرومة على البصلة والفلفل والتوم ومعلقة من الزيت ومعلقة من السمن بعد كده بنزل بمعلقتين من الصلصة او صلصة الطماطم ما فيش اي مشاكل بعد كده بعد بعصج اللحمة بتاعتي انزل بثلاث معلقتين من السمنة وانزل على نار هادية للبشاميل معاهم حوالي اربع معالق من الدقيق وعلى النار الهادية واقلبها يا دوب دقيقتين بالضبط يغير اللون بتاعه يغير اللون انزل بالحليب دافي امتلج اي حاجة اهم حاجة يكون النار بتاعتي يكون نار هادية عشان اطلع بشاميل ممتاز ما يتكلكعش من حضرتك او ما يتعجنش او ما يحصلش اي مشكلة حتى لو انا دوبت الدقيق والنار هادية ممكن تعلي عليها النار وتقلب تقليب على طول لحد ما بحصل على القوامل المناسب او المصبوط بعد ما بحصل على القوامل كويس بنزل بالبشاميل شوية صغيرين مع الماكارونة على الماكارونة حوالي معلقتين وقلب الماكارونة كلها في البشاميل لو حضرتك عايزة اتقلب اللحمة التانية في الماكارونة بتدي طعم وترك حلوة جدا الصلصة مع اللحمة المفرومة مع البصل مع التوم مع الفلفل كله بعد ما اتعصج بنزل على الماكارونة وبقلب كله مع بعضيه وبنزل معاهم تلات معالق من البشاميل بعد كده اللي نور هاد بعد كده بنزل بعد كده بنزل بحاجة بسيطة بثلاث معالق في الصينية بتاعتي من تحت بعد ما دهنها سامنا هنزل بثلاث معالق عالجمال والدلع في الجنبري بالسوس الجميل والريحة بتاعته الحاجة الطعامة والدلع كلها يكون هنا في الصحة والجمال في أكلة بسيطة مصرية معاكم سهلة جدا وسريعة واقتصادية بعد ما ما بننزل بالدقيق ما بننزل بالبشاميل بعد ما نزلنا البشاميل شوية صغيرين في الصينية بتاعت من تحت بعد ما دهنها السامنا بنزل بالمكارونة لو حضرتك عايزة تنزل بنص من المكارونة بعد كده بنزل بطبقة اللحمة بعد كده بنزل بنص التاني مفيش اي مشاكل عايزة تنزلها زي ما اتفقت مع حضراتكم وقلتوا لحضراتكم ان احنا ننزل بالمقدار كله باللحمة على كله في البعضي مفيش اي مشاكل وننزل ببشاميل نطعمها باشطة او بكريمة لباني واحد عدد من البيضة وسنة فلفل اصمر وشوات ملح خفيف وقل بالبشاميل الاخير معايا ودي له سنة صغيرة تركة بسيطة على الوش من فوق بيطلع معاكم ادخلها الفرن حوالي خمس دقايق من فوق وخمس دقايق خمس دقايق من فوق بالظبط عايز بقوله خمس دقايق من فوق بيطلع معاكم بالتركة الجميلة اللذيزة تاخد وش ممتازة تاخد وش معانا كام طيب لسه بدري تابعا انزل يا باشا انزل اتفضل اصيد اسماء سلام عليكم أصيد اسماء معاك يا باشا ما رحب بيك يا أصيد اسماء والله يا زيل الفل يا أصيد اسماء مية مية والله ممكن ممكن تنزل tangras عايز لا مكادير الجرس الطرية الجرس عينينا حضر يا أصيد اسماء حاضر تحت امرك يعني if you can't AND امك تقبلها عنين حضر يا حبيبين Stop حاضر الأصيد القرس الطرية نص كيلو هتقوليها نص كيلو من الدقيق بياخد حوالي كيلو من الدقيق بياخد نص كيلو من السمنة نص كيلو من الدقيق بياخد نص كيلو من السمنة حوالي 100 جرام من الحليب الدافي حليب الدافي وبننزل بمع الحليب معلقة من الخميرة معلقة من السكر رشة من الملح وبقلب كويس تقليبة كويسة بعد ما بنزل الدقيق معها ريحة الكحكة أو ريحة البتاع أو شوية سمسم مفيش أي مشاكل وننزل بالدقيق ونخلي الدقيق تغلغة لكله مع السمن التاعي. انزل بالحليب شوية شوية وعجنها وابدأ اعملها واسيبها شوية حوالي اختمل خمس دقايق. هتطلب معكم قرص جميلة. وبالفة انا وشيفة لكم. وهنزل برضو المقادير ان شاء الله بعد كده هبقى لكم مقادير كاملة في القرص الطريقة. استاذ الشروق. سلام عليكم. استاذ شروق. شروق. سلام عليكم يا شروق. عليكم السلام. ازاك يا شروق. ازاك يا شروق. ازاك يا شروق. مرحبا. الحمد لله وانت عمليه. ان الحمد لله تمام والله. الله ينور عليه. وعليك يا سكر. وعليك يا سكر. عندك اي سؤال سوالي. الله ينور عليك الجنبري. وانت عسل. والرز البسماتك. والبسماتك. تسلم. عندك اي سؤال? اكلاتك جميلة اوي. انت اللي عسل يا سكر. خذ اختي معاك ايه. الدين يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وعليكم السلامة. وقت لطاقة صغيرة. والبولة. وعليكم السلام. منور الشاسة. تسلم يا حبيبي تسلم. تسلم. اه بعد اذنك عايزين طريق كفتة الفراس. كفتة ايه? كفتة الفراس. قانين يا حبيبي حاضر حاضر حاضر. اه خدو اختي معاك. اديني وانت تفضل تفضل. الو. 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 السلام عليكم. ازاك يا شيف. ازاك يا حبيبي مرحب بيك. والله منور الشاسة. انت عسل تسلم ايه? حبيبي يا شيف حبيبي. تسلم. تسلم يا حبيبي تسلم. حاضر 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 هنزلكم طريق كفتة الفراح حالة او حالة. حاضر حاضر. حاضر. عملنا. مع حضراتكم رز الجنباري سهل جدا وسريع. نزلنا البصر نزلنا في الصمن التوم. نزلنا بالجنباري. ونزلنا بالجزر وقلبنا شوية حوالي خمس دايب الضبط. بعد كده نزلنا بالرز ونزلنا عليه بالتوابل الجميل الفلفل الاصمر. مع القصبرة مع الكمون. ونزلنا بشوية من الجسط طيب حاجة بسيطة وخفيفة وسهلة. لون صفار ام صراحة سلام علي. لون صفار الزعفران بيطلع مع روز الشكل بتاعه. ازيك يا مصالح ما ارحب بيك. كيف حالك يا شير? الحمد لله تمان الله يحفظك يا مصالح مورينا. الحمد لله انا ابدأ بالتعاية الاول. ابدأ ايه? ابدأ بالتعاية. ابدأ اتفضل اتفضل ايه. بالنسبة للامتحانات اللهم مسهل اذ لما جعلته وسهل فانت تطعج على الصعب اذا اردت سهل. اللهم امين اللهم يسر كل الطلاب. اللهم فهمهم كما فهمت سيدنا سليمان وعلمهم كما علمت سيدنا دوق. اللهم امين. اللهم امين. وعاوزك تعمل لهم اكلة حلوة كده. او احنا من كده. ده كده هيرجع الزاكرة بتاعي مش سنة وهيخش ده كترة على طول ان شاء الله. والاكل ده. واسماء واسماء بنت بنتي عاوزك تعمل لها ايس كريم. عينينا حاضر احنا عملنا الحلقة الجاية وانا اميله لكم ته. تحت امرك يا سيت كله على عينينا على عينينا. على عينينا. على عينينا. ممكن فجأة اجبتم لها واولادها. ام. اسماء وحسن. ايو. وطلاح واحمد وزياد. تمام. ويهدها لأكتي. وهيأمه منه واولادها. رتاج ومنه. تمام. وهتعي لك ان شاء الله يا سيف. يا ربنا انت حالا. احفظ كل اهلنا. وكل احفظنا ويلعل كل القصة الصحة والجمال صارة. وعم جمال وعم عزب. والاستاذ الجميل بتاعنا المخرج الجميل. الاستاذ محمد. الله ما امين الله. الله ما امين. يا شير. تسلم تسلم. تسلم يا سيت الكل. تقول كلمة لولاد بنتي اللي مجيكلوش اللحمة خارس. تعمل لهم احسن احسن ووفر يا شيخة والله. ما تقوليش حاجة. ما تقوليهمش خليهم. ياكلوا جنبان والسمك. الملوخية. ما تعاوز تاكل الاملوخية وكشري مصري. تمام. ما في اشيه. تمام. كل السنة انت طيب. ان شاء الله بجأت تعمل لنا الكوارع في العيد الكبير ان شاء الله. عينينا. عينينا الكوارع وكل حاجة. احنا عملنا نعملها تاني وتالت. عينينا. عينينا يا سيت الكل. باكر. الطلبات اللي انا طلبتها منك. في حاجة تانية تقولينا عليها البودفور والغريبة والجلاج. حاضر الغريبة يا حاضر اقولك عليها حالا الوقت حالا كيلو من الدقيق. بياخد نص كيلو من السمنة الزبدة من الافضل. وحوالي مية وخمسين جرام كوبية ونص من السكر. بضرب السكر والزبدة كويس جدا مع بعضيهم مع رشة الفانيليا. بعد كده بنزل عليهم بالدقيق نص كيلو. لو عايز حضراتك تعريب الكوبايات يبقى كوبايتين من الدقيق. كوباية من الزبدة. كوباية من السكر. تدريجيا كاملة. كوبايتين. كوباية نص كوباية. كوبايتين كوباية نص كوباية. هو ده التدريج. كوبايتين من الدقيق. نص كوباية. كوباية من الزبدة. نص كوباية من السكر. بالنسبة للغريبة. بنضرب السكر والزبدة اهما حياد ضرب بتاعي يكون نص كويس. الزبدة مع السكر كويس جدا لحد ما يعمل قوام الكريمي بتاعي. بعد كده بنزل بالدقيق واخدمها خدمة كويسة جدا. وادلها شوية من الفانيليا او شوية من الفانيليا. بتطلع معاكم حاجة جميلة وسهلة وسريعة ولزيزة. شكرا لكل الناس اللي اتصلت بينا. شكرا لكل شكرا لكل الناس اللي بتتصل بينا لحاجات الجميلة. كوفتة الفراخ. هنجاوب عليها كوفتة الفراخ احنا بنجيب الكوفة. اللي والسلام عليكم. عشان جابه على كوفتة. زكا ساعة تلباشة مرحب بيك يا ريس. الله يخليك يا باشا. انا عاز اسأل سؤال لحضرتك. اتفضل يا فاني متفضل. هو الكنافة ليه بتنشف مني كل ما نعملها بتنشف من مدامنا بغاية. يعنينا حاضر تحت عمرك هقولك على الكنافة الوقت حالة. حاضر. هقولك على طريقتها وسهلة جدا جدا وخلى لك ما تنشفش منها خالص. تحت عمرك يا باشا. على العنين. الرز بتاعنا هو عبارة عن البصلة. واحدة عادة من البصل والجزر والتوم. نزلناهم على النار. بعد كده نزلنا بالجنبري وقلبناه شوية. حاجة بسيطة خالص لحد ما تشرب معي من البصل والجزر والتوم. مع زيت الزيتون او الزيت العادي. بعد كده نزلنا بالرز. الرز بتاعي يكون ما نقويه حوالي ربع ساعة في الرز البسمتي. خمزة ايه في الرز المصري. بعد كده بننزل بالرز ونشوح تشويحة بسيطة حاجة خفيفة وننزل بيه بمية سخنة في الجامد مع ربع معلقة من صفار الزعفران او الكركم حاجة تلون معايا تدي منظر وشكل جميل بتشكيلة حلوة بالنسبة لمطبخنا لازم نهتم بيه تمام كامل بقل الإمكانيات وبابسط الحاجات احترافياتنا كلها وفننا او تركاتنا كلها في مطبخنا ده اساسي في كل حاجة يا رب ينجح كل طالب في سنوية عامة وفي كل في كل حاجة ينجح كل الناس كلها ويبعد عننا الشر يا رب في كل حاجة وعملنا الجنبري بالسوس بالسوس بتاعه السوس الابيض الكريمي نزلنا واحد قدد من البصل وفصل من التوم على معلقة من زيت الزيتون ومعلقة من الزبدة بعد كده نزلنا بالجنبري عليها نديد تشويح حاجة بسيطة بتاع خمس دقيقة السوء بتاعه بياخد دي بقى سوء خفيف سهل جدا وسريع بعد كده نزلنا بالكريمة لو حضرتك لقيتها تقيلة بعد ما نزلنا معلقتين من الدقيق نزلنا بالكريمة ننزل نقلب فيها وننزل بشوية من الحليب او المية دافية نفق الكريمة بتاعنا ونزلت بالتوابط بتاعت الففل الاصمر والكزبرة والكمون وشوية من جسط طيب بعد كده ندخلناها الفرن خادت وشي خفيف زي ما انتم شايفين قدام حضراتكم بتطلع طعمها ورحتها بيبقى حاجة جميلة ممتازة جدا نختم ولا لسه شوية وكفتة الفراخ نجاب على كفتة الفراخ كفتة الكنافة الاول الكنافة هي عبارة عن نص كيلو من الكنافة بضيف عليها معلقتين من معلقة ونص من السكر البضرة وبيقلبها تقليب كويس جدا والاهم حاجة في الكنافة ان انا بالتقطيع بتاعها ما يكونش فيها بنسميها العظم او الكتل بتاعتها ما يكونش فيها كتل لازم يكون نعمة كويسة او ان انا مقطعها تقطيع كويس معايا معلقة او نص من السكر البدرة وبقلبها تقليب كويس واجيب صنية بحط عليها السمن بدينا سمن كويس سمن يكون زيادة شوية الكنافة لو انا زودت السمن التاعها ودخلتها الفرن وطلعتها اصفيها قبل ما يكون العسر بتاعها معمول بعد ما بقلبها التقليب بتاعها في السكر بنزل نصها وبجيب صنية تانية نص الكنافة اكي انها رصة بالزبط بنص الكنافة رصة كاملة ما يكونش فيها عالي او واطي عشان ما تنشفش مني بعد كده بجيب صنية عليها تاني من فوق وبضغط عليها ضغطة بسيطة وحركها وديها الحشوات بتاعتها انا احبها الجسد الهندي مع الزبيب اي حشوات بعد كده بنزل بالنص التاني واضغط عليها ضغطة كاملة كبيرة وبعدين اديها حوالي 200 جرام يعني في حدود نص كباية من السمن بالزبط ارش عليها من فوق كرش كامل بعد ما سويتها سوى كامل وادخلها الفرن لو حضرتك عندك الشواية والفرن ما فيش اي مشاكل لو حضرتك عندك الشواية بس او الفرن بس بسيبها على الفرن حوالي 5 دا بالزبط تاخد اللون الدهب بتاعها واقلبها لو ما فيش شواية لو فيش شواية اشغل الشواية عليها دقتين تاخد اللون الدهب الكامل بعد كده بقلبها العسل بتاعها هو اهم حاجة والصنط الرئيسي فيه الحلويات العسل هو عبارة عن كباتين من المية كباتين من السكر معلقتين من عسل الكولوكوز عشان ما تسكرش معايا العسل الكولكوس بيبقى حاجة بسيطة وبتامن بسيط لكن بيعمل معايا تركة حلوة جدا في الحلويات بنزل بيها وحاولي خمس دقائق مع عصير اللمونة وبخليها الشربات بتاعها هادي أو بارد خالص وبطلع بالكنافة واسقيها واسيبها حوالي ساعتين ما اقربش منها بعد كده بقلبها وقطعها زي ما انتو عايزين اقطعات اللي انتو تحبوها مفيش اي مشاكل كفتة الفراخ شكرا عم عزب شكرا لك عم عزب للتوجهات شكرا وسيط محمد كفتة الفراخ اهي عبار انا خلينا الفراخ لو حضرتك عايزة تعمليها من الصدور مفيش اي مشاكل عايزين تعمليها من الوراك ماشي عايزين نعملها من الفرخة كاملة باسمها الفرخة المسحبة من العظم كامل بنجيبها من عند الراجل الفرارجي بننزل عليها بواحد عدد من مصل فاصلين من التوم اتنين عدد من الفلفل حار او بارد بنحط عليها الخضرة اللي تحبوها الخضرة اختياري بعد كده بفرومها في الكبة او بفرومها في المفرومة الكبيرة كله في قلب بعضيه اللحم في الشحم في كل حاجة بدون العظم خالص منزل العظم تدي معي كمية كبيرة وديها معلقة من الدقيق واعملها كويس او من البقسمات والتوابل والملح واعملها فرومها كويس جدا ودخلها الفليزر حوالي عشر دقايق بعد كده بطلعها اعملها على الشوايا ماشي ادخلها في الصينية ماشي وكفتة الفراغ كمان لو خادت حوالي خمسين جرام من الدهن الضاني مضادة جدا لها بس تدي طعمه تركه وحتى كمان على الشوايا تمسك مع حضرات الجميلة جامد يعني حوالي خمسين جرام قطعة صغيرة خالص من الدهن الضاني اللي ما بيحباش ما فيش اي مشاكل هي نسبة الدهون في الفراغ بيبقى نسبة كويسة ومناسبة منعملها على الشوايا او نعملها عند خلال الفرن بدون زيت او سمنة او اي حاجة في الفرن حوالي عشر دايب الضبط تطلع حسن مليها تكليها زي ما هي كده ماشي حسن مليها السوس احمر مماش اي مشاكل ان شاء الله ليها ترتيبات وقواعد كتير فنلنا في المطبخ كتيرة وكلامنا كتير جدا جدا بس افعالنا لازم يكون احسن واجمل في مطبخنا بامكانيات بسيطة وبتكاليف بسيطة فاكلة بسيطة مصرية بنكلف تكاليف يا رب بيكون بتعجبكم او الشرح بتاعنا بيصلكم بكل امكانيات وكل مصدقية بنسوي كل حاجة قدامكم في قناة الصحة والجمال مفيش اجمل من كده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة